السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتر حاجة تهمك في إعلان ممول على الفيسبوك أن يكون في ريتش عالي يعني البوست بتاعك يوصل لأكبر عدد من الناس وكمان تقدر تحقق مبيعات يعني ريتش ومبيعات وكل ده هنشرحه بالتفصيل وأكتر إن شاء الله في آخر تحديثات الإعلانات الممولة على الفيسبوك لعام 2026 يلا بينا كده نبدأ الفيديو لكن في الأول ما تنساش تعمل اللايك وسبسكراب للقناة ويلا بينا كده نبدأ الفيديو طبعا الفيديو ده هكون أول واحد في 2026 نقدم فيديو إزاي تقدر تعمل إعلان ممول لآخر تحديثات نزلت في مدير الإعلانات الخاص بالفيسبوك أول حاجة زي ما انت شايف دي صفحة عادية جدا صفحة دي بتسوق مثلا للقماش وبتعمل قماش الستير وتعمل قماش اللي هو الخاص بالمفارش زي ما انت شايف كده فقدر الوقت عايزين نعمل مثلا البوست ده إعلان ونخلي يريدش عالي وكمان يحق مبعات كل عليك بس بيتروح عندك على مدير الإعلانات زي ما انت شايف كده ويسيب لك رابط مدير الإعلانات ده في الوصف أو التعليقات طبعا نفس الطريقة اللي نستخدمها على الكمبيوتر هنستخدمها عندنا على التليفون عادي جدا يعني أنت لو معاك تليفون تقدر تخش على الرابط وتعمل نفس الخطوات اللي هنعملها في الإعلان الممول عندنا على الفيسبوك هتروح بعد كده عندك على العلامة اللي هي خاصة باقي الفيزا وعلامة الفيزا اللي مرسومة دي هيقولك هنا الفاتورة وعمليات الدفع اضغط عليها ضغطة هنا ودي اول حاجة مهمة علشان نبدأ نعمل اعلان ممول اول حاجة انت بتعملها بتعمل اضافة اموال وبتضيف المبلغ اللي انت هتعمل بيه الاعلان الممول ويريت يكون في اليوم مش هيقل من 100 جنيه هنا هتقوله مثلا المبلغ والله افترض هنعمل اعلان بعشر ايام ممكن هنقوله هنا 1000 جنيه هيبقى كل يوم 100 جنيه وبعد كده بتروح عندك على تحدد الفيزا او ممكن تحدد عن طريق فوري او حتى كمان فيزا ميزا لو انت عايز تضيفها بعد كده بتغط عندك على كلمة التالي ومن هنا يبقى لك اضافة 1000 جنيه الى الرصيد اللي توفر المبلغ ده قل له تأكيد بعد ما تيجي تعمل تأكيد وتكتب الفيزا بتاعتك هتلاقي الرصيد ظهر معاك تحت هنا تمام؟ وبعد كده لو الرصيد ده مزهرش اعمل رفريش هتلاقي الرصيد ظهر دي اول نقطة انت لازم تعملها بعد كده بقى تعالى نروح عندنا على ازاي تقدر تعمل اعلام ممول ويريتش عالي ومباعات اعلى كل عليك بس بتروح عندك على الاعلام اللي فوق دي وهي الحملة الاعلانية اضغط عندك على الحملات الاعلانية زي ما انت شايف كده و بعد كده بتروح عندك على كلمة انشاء اضغط عليها ضغطة واحدة هنا بقولك الوعي ولا الزيارة ولا التفاعل ده كل ده بنعمل اختار اللي هو نوع الشراء او نوع الاعلان هنا نخليه ما زاد زي ما هو وهنا بتنزل تحت تخليه تفاعل وده افضل حاجة التفاعل ده علشان مثلا احنا لو هنعمل اعلام ممول في اليوم بمت جنيه خليك تفاعل لو هتعمل اعلام ممول في اليوم بألف جنيه هتعمل حاجة هنا اسمها الزيارات او تخليها هنا الوعي او حتى كمان المباعد لو انت بتعمل مباعد لو انت تخلي الف جنيه في اليوم اقل من كده خليها تفاعل يفضل انك تخليها تفاعلLi رقم 3D وعمل متابعة طيب التفاعل ده بيعمل ايه التفاعل قاذب بالرسائل حد يعمل ليبعث لك رسالة على الصفحة او رسالة على الواتساب أو حتى يكتب لك في التعليقات أو حتى يعمل لك إعجاب أو لايقات أو مشاهدات لو أنت بتعمل إعلان لفيديو بعد كده بتروح عندك على اختيار إعداد حمل إعلانية بقول لك جذب رسالة مخصصة ولا حمل إعلانية يدوية يفضل أن نعملها حمل إعلانية يدوية وتقوله هنا متابعة طب ليه مش معنا يعني؟ علشان الفلوس معنا بيكون أقل من ألف جنيه طبعا لو هي برضو أزع من ألف جنيه في اليوم اعمل برضو نفس الطريقة لأنه بيستهلك فلوس كتير أوى وعالفاضي هنا بقى تروح عندك على الحمل الإعلانية هدف الحمل الإعلانية هنا مكتوب تفاعل لزي ما إحنا اخترناها الحد الإنفاق لا سيبها زي ما هي كده مش عايزين نعبدل فيها أي حاجة انزل تحت أقول لك هنا الميزانية بقول لك هنا ميزانية الحمل الإعلانية ولا ميزانية بمجموعة الحمل الإعلانية إحنا نخليها ميزانية الحمل الإعلانية اللي هي واحدة بس قال لك هنا عندك في اليوم وعندك الحملة كلها الحملة كلها دي بتاع تلاتين يوم بحوالي ممكن نقول الف وتسعونية جنيه لكن احنا لو جينا نتكلم في الميزانية اليومية هتخليها ميزانية يومية وبعد كده مثلا متحدث في اليوم هنا ميت جنيه تمام وبعد كده بتضغط في الجنب هنا هيقولك هنا لا يحقق اعداد لا يحقق اعلانك اي محدثات او لا يحقق اعلانك اي محدثات وعمل لك المثلث هنا سيبها دلوقت هنقولك نشيلها ازاي هتنزل تحت كده تخلي كل حاجة زي ما هي ما تشغلش اي حاجة خالص بس انت اضغط على كلمة التالي تمام ومن هنا هيقولك هنا التحويل زي ما انت شايف كده وظاهر برضو خلي بالك علامة المثلث دي هيقولك واجهات الرسائل لقوله لا احنا عايزين نعملها في اعلانك اللي هي دي يمكنك تشجيع الاشخاص على مشاهدة الفيديو او التفاعل مع منشورك او مناسبتك اضغط عليها ضغطة كده وهتلاقي المثلث اختفى يعني حتى كمان لو عملت عودة هتلاقي الاعلان بمية جنيه في اليوم زي ما انت شايف كده والمثلث او المشكلة اختفت يعني هو كده كان بيحولنا على الرسائل علشان عايزني مثلا ان انا اعمل في اليوم حوالى 1000 جنيه طبعا دي التحدثات الجديدة او الخرزميات الجديدة علشان تخليك تدفع كده على الفاضي خلي بالك وبرضو اكبر كتبة حصلت لنا اللي هي مجموعة نقاط الحملات الاعلانية دي اكبر كتبة هتقابلها ونشوف دلوقتي ليه هتدمل التالي تمام وهترجع برضو على نفس الصباحة في اعلانك نوع التفاعل سواء كان فيديو او منشور او بوست هتعمل مثلا التفاعل مع منشور ومن هنا بتنزل تحت كده شوية تمام هيقول لك هنا الميزانية والجدول الزمني هنا بقول لك انت عايز تبدأ من يوم 27 ديسمبر هنخليها مثلا بعد 10 ايام هيبقى مثلا يوم 7 واحد الشهر الجديد باذن الله هنا يوم 7 طبعا هو هيحدد بنفس الوقت بتعايز تحدد نفس الوقت او تعيين تاريخي الانتهاء ولازم تعمل تعيين تاريخي الانتهاء هنا يوم 7 طب ليه عملت تعيين تاريخي الانتهاء لانك لو سبتها مفتوحة الفيزة بتاعتك خلصت خلاص لو انت حطت فيها مبلغ خلاص خلصت خلي بالك هنا بيقول لك هنا اضافة ادخالات فيها لمشا عايزينها خالص الجمهور طبعا الادفنتاجز اللي هي قيدة تشغيل سبها شغالة طبعا دي ميزة جميلة جدا اضافتها شركة الفيسبوك علشان تقدر تعمل ريتش عالي جدا في البوست بتاعك هنا هتنزل تحت وقول لك الموقع وهنا بقى الموقع ودي حاجة مهمة جدا واركز معايا في اللي انا هقول لك لو المنتج بتاعك او لم تعايز الحاجة اللي انت عايز تسوأ لها هتسوأ لها مثلا في السعودية كلها او في مصر كلها او في الامارات كلها في الدولة كلها خليها الدولة وكلها لكن لو انت عايز تسوأ في نطاق المكان لم تفيه بعد كده انت بتكتب مثلا القاهرة فبيحدد القاهرة هنا خلي بالك بقى من النقطة دي هنا يقول لك انت عايز تخليها كم كيلو انت مثلا عايز نقلل الكلوات او تزود الكلوات مثلا هزود الكلوات هيخب معنا مثلا الشرقية والقاهرة وحتة مثلا من الدلتة ممكن اقبر شوية تمام؟ مثلا انا عايز اخليها تخب معنا واحنا دخلين كده على المنصورة مثلا حلو؟ فانا هعمل النطاق من القاهرة لحد المنصورة يعني يكون بالشكل اللي قدامك ده كده النطاق ده كله او مديرة دي كلها بدلها هيتسوق فيه الاعلانات مش عايز خليها في مصر كلها لكن انا عايز اسوق مثلا في القاهرة والمدن اللي حواليها فانا هعمل بنفس الطريقة اللي اقلت لك عليها كذلك برضو لو انت مثلا في الرياض او في جدة بتختار الرياض وبتعمل اعلان على الرياض بس مش شرط تعمل السعودية كلها علشان اتكلفة ما تبقاش زايد عليك خلي بالك بقى مجرد ما يجي اعمل القاهرة هنا بحوالي الجمهور هيوصل لحوالي 27000 واحد لحد 32000 طبعا ودي نسبة جميلة جدا جدا خلي بالك من النقطة دي هنا بقى بتنزل تحت خالص بتقول له هنا خلاص كده احنا خلصنا حتة الموقع تمام انت بتمشي حاجة حاجة كده عرض المزيد من عناصر التحكم قالك الحد الادنى للعمر لو مثلا المنتج بتاعك انت بتسوق لاقل من او اعفوا ان ازياب من 18 سنة اقل من 18 سنة انت بتسوق زي ما انت عايز بالاعمار اللي انت عايزها تمام في ناس بيستهدف لحد الاربعينات هنا بقولك استبعاد جماهير مخصصة ده انت لو في حالة انك مش عايز معظم الجماهير بتتفرج عليك فانت خليها فاضية نصح مني لك يعني هنا البحث عن لغات انت هتكتب لغتين العربية تمام والانجليزية تمام الانجليزية انجليزية لكل زي ما انت شايف كده طبعا ليه عملت كده علشان الناس اللي تليفوناتها باللغة العربية هيظهر لهم الاعلام والناس اللي تليفوناتها عاملها ثقافتها انجلش هيظهر لهم برضو الاعلام باللغة الانجليزية الاعلان هيظهر في التليفونات اللي ترجمتها نفسها او الناس اللي محاولها انجلش فهم لك ان بالتليفون بتاعك لو هو بالعربي هيظهر الناس برضو اللي هم معهم بالعربي طبعا في مصر عربي وانجلش ما بيش اي حاجة تانية هنا بقولك اقتراح الجمهور هقوله هنا عرض اللي هو المزيد هقولك العمر هنا من 18 لحد عندك لحد 65 سنة طبعا ما اعتقدش ان فيه ناس عندها 65 سنة بتشيل تليفونات دلوقت هنا بيقول لي الجنس هنا او النوع سواء كان رجال او نساء لو انت حضرتك بتسوقي لنساء تخليه النساء فقط وانت حضرتك لو بتسوق للرجال تخليها الرجال فقط الكل خليها الكل تمام هنا الاستهدافة التفصيلي ودي نقطة مهمة جدا بتحط بعض الكلمات المفتاحية ممكن نقول تلاتة او اربعة بالكتير قوي يعني مثلا احنا بنتكلم هنسوق عن القماش فبتكتب هنا مثلا القماش تمام ويه بعد كده هنا ملقتش اي حاجة من الحاجات دي ممكن نقول هنا ستار تحضرتك بتكتب بس الكلمات المفتاحية اللي هي تناسب المنتج اللي حطرك بيعمال قتاش ممكن تكتب هنا سجاد هنا بقولك سجاد تجهزات المنزل دي نقطة نكتسبها هتروح عندك تاني على اضافة معلومات هتقول له هنا مفروشات هتروح برضو على اضافة معلومات ممكن تختار هنا حاجة اسمها المتسوقون المتفاعلون ودي اكبر نسبة شفتها عندي في الاعلانات الممولة ككلمة مفتاحية هتختار المتسوقون المتفاعلون وبعد كده مثلا نقول هنا اساس غرف نوم لأ مرتبة اجهزات المنزل ارضيات البيت اكسسوارات المنزل غرف نوم ممكن نختار مثلا نشوفها على حسب ستارة طبعا احنا نتكلم عن الستير طبعا هنا برضو النزمة معاك بتقل شوية لكن ما تقلقش تمام ما تقلقش من اي حاجة خالص خلاص كده احنا خلصنا كده اللي هم اربع كلمات مفتاحية حضرتك ما تزودش عن كده علشان بيسبب مشاكل فيه خارزميات الفيسبوك يعني مثلا لو انت بتسوق المنتج وكتبت كلمة مفتاحية تانية هيبقى فيه لغبطة تخلي بالك بالنقطة دي بعد كده بقولك هنا المواضيع او المواضع هتخلي هنا الادفنتاجز هتعمل هنا تعديل وتخليها المواضع اليدوية ودي مهمة جدا جدا خلي بالك هنا بقى علشان الفيسبوك بيتحك علينا بقى في النقطة دي خلي بالك زي ما تشايف هنا نسبة قلت وده حاجة ما تقلقش خالص انت شيل بس علامة الانستجرام وهتلاقي نسبة قلت اكتر تمام هنا بقولك احنا عايزين نعمل اعلام ممول على الفيسبوك ومش عايزين على الماركت بلايس ولا عايزين الملف الشخصي ولا عايزين في الموجز تمام ولا احنا عايزين في الريلز هتشيل كل الكلام ده خالص لو انت تغطت علامة صحة ترجع تاني وبرضو نفس النظام مش عايزين هنا احنا اولا عايزين حتى في نتائج البحث لكن لو احتاجنا ان احنا نعمل في الموجز هنا تخليها بس في الموجز زي ما انت شايف كده تمام طبعا نقلق ننا نقاط الحملات الاعلانية ضعيفة جدا فخلي بالك بقى علشان هو يبدأ يضحك عليك ويقول لك لأ انت لازم تعمل اعلانات ممولة على الفيسبوك وعلى انستجرام وخلي بالك النقطة دي بتزود المبلغ بتاعت انت يعني بتزود لك الفلوس بتاعتك انت يعني لو انت مثلا عن حضرك دفع 100 جنيه علشان تعمل اعلان ممولة على الفيسبوك هو بياخد نسبة بيسوقها لك على انستجرام لو ما عندكش انستجرام ممكن ياخدها لي هو فانت يفضل انك تخليها فيسبوك بس اللي هي العلامة دي اللي انت شايفها اللي هي الشرطة دي بس اللي هي بنتكلم على اعلان ممولة على الفيسبوك طبعا لو ظهر نتائج البحث احنا مش عايزين نتائج البحث في حاجة تمام فانت حاول بس تختار الفيسبوك طبعا احنا هنا بنختار هنا اللي هو موجز الفيسبوك تمام دي اهم حاجة ده تشيل كل الكلام ده انت تختار بس اللي هو موجز فيسبوك دي اهم حاجة انك تختارها ليه معمولة على علامة صحة بس طبعا الحاجة دي احنا طولنا عليها بس في الشرح لانها مهمة جدا لانه بيتضحك علينا بقى في الحتة دي بتستهلك فلوس في الفاضي في الحتة دي تمام انت خلاص خلصت كل الكلام ده اضغب بقى عندك على التالي علشان نبدأ نختار الباست اللي هنقدر نعمل عليه اعلامة قالك هنا الشراكة الاعلانية خلاها متوقفة صفحة الفيسبوك حضرك اختار الصفحة اللي عايز تعمل فيها الباست هيقولك اعداد الاعلان اضغط عليها وقوله هنا استخدام المنشور الحالي وهتنزل تحت كده شوية وتقوله تحديد المنشور هتضغط عليه مثلا واختار المنشور ده وبعد كده بقوله هنا متابعة ده اللي هنه هعمل فيه اعلام ممول وهيظهر لي زي انظام تاست كده في الجنب علشان يقولك هيظهر ازاي على موجز الفيسبوك يعني هيظهر على الفيسبوك ازاي ده هيظهر بالشكل ده كده للناس وهيظهر كاعلام ممول زي ما انت شايف كده هقولك هنا ممول هنا ده اسم اللي هو المحل او المكان وده البوست بتاعنا وكمان هيقدر يعلق ويحط اللايك ويعمل شير كمان حل؟ هنا تنزل تحت كده شوية هقولك هنا اضافة زر نصيحة مني ليك لو انت عايز تضيف زر ومهتم قوي حاول انك تخليها يعني ممكن نقول على الواتساب او رسالة رسالة على الصفحة لكن انت مش عايزه يفضل انك ما تعملهاش طب ليه؟ بيستهلك منك برضو فلوس كتير فانت لو حابب تعملها علشان اللي هو الزائر يخش بدلا ما يكتب لك في التعليقات يخش لك على رسالة الصفحة اعملها لكن يفضل انك ما تعملهاش طب ليه كل الكلام ده برضو بتستهلك معاك بالرسالة يعني مثلا الرسالة ممكن تكلفك حواليها 20 جنيه او 25 جنيه يبقى الاعلان الممول خلص في رسائل مخلص في تفاعل فاهم؟ كده كده اللي يكتب لك على التعليقات بتاع البوست انت ترد عليه من البوست وبعد كده على طول انت بتخش تتواصل معاك على صفحته الشخصية هنا هتنزل تحت كده شوية تمام؟ وهيقول لك هنا التتبع سيبك من كل الكلام ده خلاص انت كده عملت المعاينة طبعا ده المعاينة الخاصة بقى البوست على الفيسبوك تمام؟ طبعا بقى بيزهر لك بقى الشغل الزجاة الاستماعي يسبب من كل الكلام ده كل الكلام ده في الفاضي المهم دلوقتي انت محتاج تعمل نشر للاعلان الممول ده انت بس اضغط عندك على كلمة نشر وعلى طول بيتم نشر الاعلان بتاعك وبينتظر في المسواد ده زي ما انت شايف كده نشر الثلاثة قالك جاري التحميل بقولك هنا جاري المراجعة بالضبط في خلال نص ساعة او في خلال ربع ساعة كمان بقولك هنا تم النشر وتم سحب المبلغ الرقم اللي انت حضرتك بتحققه هيتسحب بقولك هنا المبلغ لازل تم انفاقه وبيظهر لك هنا كل يوم المبلغ اللي تم انفاقه على الحملة الاعلانية زي ما انت شايف كده طبعا كل احنا كده كلنا كنا بنتكلم على ازاي تقدر تعمل اعلان ممول على الفيسبوك طبعا احنا عملنا اعلان ممول للبوست الخاص باق الصفحة اللي احنا محتاجين نعمل لها اعلان بنفس الطريقة تقدر تعمل احسن اعلان ممول من غير مما تروح لأي حد وياخد منك حمولة وياخد منك نسبة بنفس الطريقة اللي انا اتكلمت بيها هم هيشتغلوا بيها كمان ما فيش اي حاجة هتزيد ولا هتقل كده انا شرح انتهى اتمنى يكون الشرحة عجبك يا ريب ما تنسى شده عملي بلايك واشوفكم في حلقة جديدة ضمتم بخير مع السلامة